نحن في دولة الإمارات يعني عشنا على الغوص القديم وعلى التراث والآن هذا اختفى وأنا من ناحيتي كمحافظة على هالتراث أحاول أرجع هاي الأشياء وأنه نحن نشوفها مرة ثانية صيد اللؤلو يعلمك التحمل والصبر لكي تغوص وتحصل على شيء ثمين هذه العزيمة وهذا الصبر وهذا الاجتهاد هذا اللي يخلينا دائما نحن في المقدمة دولة الإمارات نشأت على صيد اللؤلو لذلك كل شي فيها جميل وغالي ونادر شكرا